اشتركوا في القناة في حياتك في الأرض اطمني كثيراً كل شيء يمشي باطمئنان وسلام ومحبة إبادية آمين 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 عملت الجلسة معنا ايه عملتها لأنه انت لما كنت تتكلم على اللي دخلوا بعدين لما كنتوا جاهزين أنا في هداك الوقت كان فاضل لي تلات دقائق على البيت وصلت للبيت ودخلت بسرعة ايه وصلت للبيت شربت الماح عملت القاعدة حطيت الأحجار وفي حجار كان جاني مبارح من الأمازون حطيت العين الثالثة الكريستال حطيته جاني مبارح مهم هذا جداً حقيقة ايه كتير كتير مهم جداً فبتديت الجلسة معاكم اللي حصل انه التنفسات ايه هاي مهمة مهمة جداً عارف شو حصل معي حسين جسمي كله شو لما بتحس بالطاقة بتطلع من ايدك مثل الفرقعات انا حسنها في جسمي كله وايدي كانت بترتفع ورجلي كانوا الله يرتفع وايدي رجلي ايه وحطيت كنت حطى الفجر بتاع الكريستال هاي السوداسي حطاه على وسط الصدر بعدين مسكته وصار هو هو كمان يعني كله يرجر حاعلتك الكريمية بس اريد اقولك هي تفتح النفق الضووي ممكن تسحبكي ايه احساس جميل انا تخدرت انا حسيت بخضران ايه يعني اه تعرف هذا الاحساس الخضران ايه جميل احساس جميل ايه ايه وكنت عايشة كل كلمة كنت عايشة اه كل المعالم احسيس وبعضين انا شو اللي شبت انوار انا بس شبت انوار والوان الله مرة اجي لون اكتر مرة ازرق مرة البنافسة اجي كل الالوان شفتها بتتغير وكتابة يعني يكون لوننا يجي كاتح وبعضين يتغير ويصير اكتب ويصير لون تاني ويجي لون تاني هذا بس اللي شفته وانا قاف العيني لكن الجسمي كان مخضر حتى لما كنت تسمعي الجلسة صوتي تسمعي يهي بس كنت تسمع وشاهد على كل اللي صاير معي في جسمي يعني رجلي وإيدي ما كان عندي عليهم كنترول لكن انا من ضوء كوني ميتين وتمانية شكرا لك كتير انك شاركتي معانا هالمعلومة انو كان لازم احرك جسمي بس التحريك مش بال لا بس دقيقة بالله التحريك انتبهوا بس اريده واضح التحريك مش بالعضلة يعني مش بالجسم رجال لا ولا بالعقل يعني شوية ممكن اعلى يعني نقول بالضوء حاول فقط تركز عظه هو هذا اكثر مش بالعقل شوية يعني من الضوء شوية اعلى من العقد رجال رجال هذا الامر مهم ايه بمعنى كلما تركز عظه وتحرك جسمك من الطاقة الضوئية فجسمك يصبح ضوء ايه ايه هو هذا هذا مهم هذا ايه والكوض الكوني اللي حطته ومتين وعشرين هذا ذلك جميل رائع يعني فانا الان حطه بين عيني ومرسوم بين عيني الكوض الكوني حتى برسمه بايدي يعني حتى بوضع بس هو بس هو احنا اريد اوضح لك احنا هسا الطلاب حان نفترق يعني مفترق طرق لانه مهي الفكرة هي هذا السحب مش لكل طالب رجال كنت تفهمون الامر احنا الان وصلنا الى مفترق طرق يعني مثلا هو شخص مش مجرب الجهاز الضوئي ومباشرة قافز على السحب ما اعتقد يمشي شوية يعني اعتقد انت مثلا مو هي ايضا فرق الخبرة الطاقة متى التحقتي معانا كم دارسة مثلا قسم بصي مثلا قسم متصل مع عائلته الكونية اكثر قسم عنده محاورات قسم مو هي تختلف فهو السحب يعني ممكن مثلا يعني ممكن انا نبدأ ايضا نناقش اسئلة جديدة يعني ممكن انا اسلم يعني ممكن او ممكن سوف اسلم استاذ هل اجرب السحب بالجسم فهو سيكون المسأل تخص انت ضرفك في اي مرحلة انت معانا هل انت مثلا طبقت جلسات زراعة الروح الضوئية هل انت مثلا عندك جلسات مع عائلتك الكونية هل انت تعرف عائلتك الكونية هل انت تعيش وعي الضوء فهي مش انه الشخص هو يسمع السحب بالجسم ويقول اي انا اطبق السحب بالجسم ومش هيك فانا اعتقد الان اللي انت تحدثيني هذا مش بتاع السحب بالجسم اللي انت حدف عندك بس لو تسمحيني بس اعطيني مجال اللي حدف عندك انه انت بالجهاز الضوئي يعني الجلسة ويملؤوك او يعني عندك زراعة الروح الضوئية انت لانه يعني الى ان انت تستلمين اتصالات من عائلتك الكونية فمن هنا نحن نعرف لان هم سوف ايضا يبدعون يقولون لك اعملي كذا انت الان ما تزالين ما عندك الاتصالات مع عائلتك الكونية فانت فين تنسح به اي هذا هو كنت مفكر فيه انا ما فكرت انه هنسحب بالجسم انا فكرت هروح انسحب بالجسم الاتيري انا غير مستعد لا 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 ما فيه سحب اللي احنا عملنا هاي الجلسة بس لا بالنسبة انه بالنسبة انه احنا مثلا عملنا هاي الجلسة للطلاب بس قسم من الطلاب يحدث عندهم سحب قسم ما يحدث سحب مش الكل ينسحب لان ممكن حنقسم يعني نقول هل ممكن احنا راح نقسم نقول تعالوا ثلاث طلاب بتاع السحب وطلاب مش بتاع السحب بس انت اللي حدث عندك مو سحب انت الان وضعتي بال بالجهاز الضوئي وشحنوك بطاقة ضوئية او ما ايضا نسميه الروح الضوئية فانت لسه بعد هذا اللي حسيت يا استاذ انا ما حسيت انني سحيت بالجسد انا حسيت انه انا عمد سفر كوني صحيح لا هو كله سفر كوني لا هو كله لا هو كله سفر كوني بس انا انا فقط اريد اريد اوضح احنا ماذا نقصد بالسحب بالجسم بالسحب بالجسم لهؤلاء الطلاب الطلاب الذين العوائل الكونية يعرفون انتبهوا انتبهوا مهاي العلوم الكريمة الكريمة ممكن تنتبهون السحب بالجسم يحدث للعوائل للطلاب اللي عوائلهم الكونية يعرفون ان الطالب لاحظ ماذا قلنا العوائل الكونية يعرفون اكرر العوائل الكونية يعرفون أن هذا الطالب مستعد الآن ينسحب للجسم العائلة الكونية هي تعرف لأن هي متابعة الجلسات وهي معنا تمام؟ فمثال إذا هو طالب ما يزال مش مستعد في العائلة ما حتسحبه كيف حتسحبه فين فين حتجعله لكن هل كل الطلاب يطبقون جلسات السحب بالجسم نعم ومش نعم هذا الجوابي هذا يعتمد على كم الطالب دارس كم الطالب فاهم الوضع ما هو إحنا الآن حنضعها في اليوتيوب هذا حيأتي أي شخص يعملها صح ولا مصح بس هذا مو صحيح نقول أنه أي شخص تعالي يعملها لا هي موجودة بس فيها أمور يعني انتبوا انتبوا مثلا هناك الآن في اليوتيوب مثلا برامج كيف تتسلق الجبال طيب هل كل واحد حيتسلق الجبال أم يجب أن يتدرب يعني هل كل واحد خلال دقيقتين يقول لي هذا باليوتيوب تسلق جبال بكرة أنا حتسلق جبال للألب ما تمشي هو التمارين موجودة موجودة باليوتيوب بس المطبق فهذا يختلف في حين مثلا يأتي واحد على اليوتيوب هذا مطبق بتاعت سلق جبال خمسة سنوات فهذا حيثهم الأمر فهو جلسة السحب الجسم موجودة باليوتيوب نضعها لكن المطبق المطبق في أي مرحلة هو كم دارس هو كم فاهم هو يعني فهي العالة الكونية أيضا هي عندها رأيي وهي تعرف طيب هي العالة الكونية ما تعرف الطلاب طلابها أنا أخبرته أنه أنا أعمل لكم جلسات السحب الجسم أنا أخبرته السحب الجسم بدأه لكن الطالب أيضا ما هو عليه أيضا يجب أن يعرف مش كل طالب هذا هي مش لكل طالب غير حسب الخبرة حسب الطاقة حسب كم هو متصل مش متصل يعرف ما بيعرف هي هكذا يعني أعتقد واضح الآن تمام؟ نعم أستاذ واضح ممكن مداخلة أستاذ يلا تفضلي طبعا أنا أعتقد أستاذ أنه جلسات السحب بالجسد هي تنفع لكل الطلاب المبتدئ يتقربوا على على التواصل مع العائلة مثل أنا ومثل بعض من الطلاب اللي هو متمكن ومتمرس فهو مثل ما قلت عنده الخيار ينتقل بالجسد يقرر أنه يرجع للأرض فأنا أعتقد هي تنفع لكل المراحل لأنه فيها طاقة قوية بترفعك يعني تعطيك يعني بتساعدك أنك تتطور المبتدئ يتطور المتقدم يتطور فالكل يتطور بهذا جلسة الارتقاء بالجسد لأنها فعلا قوية جدا قوية قوية يعني ممكن أنت تكون في البدايات وتحس بالطاقة تحس بالإنرجي يعني هذه بتاعة التنفسات هي جميلة جدا أنا حسرت بجسم كله في شحنات فعلا ما تحسها إيدك لما تفرقهم وتعمل البول بتاع الأنرجي أنا حسيتها بجسم كله كأنه بول أنرجي كأنه هاي الكرة من الطاقة المتوهجة حسيت ممكن أكملي أكملي أكو كلام مهم يعني أريد أوضح لك خلاص أستاذ خلاص أنا أريد أناقشك الآن وأنتم أيضا معنا أسمعوا هذا النقاط جيد بس ركزوا على الكلمة أنت تقولين المبتد طيب نفترض المبتد انتبهي المبتد نجحت عنده السحب تمام طيب هذا المبتد هو مبتد عندما يعني نجحت عنده طيب هذا مبتد يعني هذا مش دارس مش فاهم ما بيعرف هذا كيف يتصرف في الكوكب ما هو هذا مش عارف ما هو هو مبتد أنت قلت مبتد أوكي اسحبوني سحبوه نفتره هسا أتت مركبة سحبته وضعته في قصر من قصور الاندروم انتبه انتبه للأمر طيب هذا مش عارف لا علوم الوعي ما بيعرف الاتحادية طيب ما دارس علوم النسخ طيب هذا ايش هيعملون فيه طيب هيقولوله اجلس اوكي جلس وبعدها ما هو الفكرة هاي الجلسات مش للمبتدين نعم للمبتد للمبتد اذا المبتد اتى هذه تكون ممكن للمبتد اذا اتى هيك فقط يقول لك عاوز اجرب وما اعرف شن يعني هيك فقط اجرب واصعت بس اذا بالعمق وكقائد كوني ها هذا كلام من القائد كوني ومسؤوليات فهي مش بتاع مبتدين لان هو ايش هيعمل ايش ايش هو هيعمل هو كيف هيتصر طيب هما كيف يتعاملوا معه يعني جالس امامهم وهذا مبتد حيربوه يعني ايش هيعملوا معه فهي الفكرة وهذا هو اسمه سحب الجسم سحبة وجد نفسه مع الاندرومدن ايش هيعملوا معه ايش باعتقادي الافضل بالنسبة لهذا لان هي هاي هتكون في اليوتيوب هذا اي واحد هيتي هيطبقها صح ولا مصح بس انا اقول هاي مش بتاع مبتدين لا انا هذا يعني اقوله لكم لازم انت تدرس ولازم انت ترجع للجلسات الاولى افضل واتطبقها بدون استعجال هاي ادفانس ولازم تتصل بعادتك الكونية لاحظوا كلمة لازم ولازم تعرف انت من اي عائلة ولازم تبدأ تتحدث معاهم ويعني شيء فشيء وبعدها تأتي لهذه الجلسات هاي افضل هذا يعني احنا ما نقدر نقول اطبقها ما اطبقها ما عدنا هذا شيء احنا وضحنا هذا الامور يعني وهو بعد خيار الطالب اي تمام واعتقد بس دقيقة خلي نرجع للمبتدئ انا باعتقادي يعني لو نجحت عنده السحب بالجسم وصل نفتره اعتقد حيرجع يقول لا اريد اريد ارجع ادرس من جديد انا ما بريد اصلا اه اي يقول لا رجعوني للارض عاوز انا ابدأ من جديد لانا ما جاي افهم طيب وكيف حيفهم المستوى والخامس والسادس والسابق ما هي كلها قوانين تختلف علومها كيف كيف حيتعشق معاهم يعني ما يقدر مش متأهل ما يقدر يعني بالقوة لازم نضعه بالخامس مش مؤهل اي هذا هذا اعتقد واضح واضح اعتقد 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 موسيقى 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 موسيقى